اتفاق ثلاثي يعقد مهمة فرنسا بالنيجر وقعت مالي والنيجر وبوركينافاسو اتفاقا أمنيا تعهدت فيه بمساعدة بعضها البعض في حالة وقوع أي تمرد أو عدوان خارجي وفي محاولة لموازنة القوى بين دول منطقة الساحل ضد فرنسا التي تبحث عن مخرج للأزمة إثر انقلاب الـ 26 من يوليو العسكري في النيجر وقع قادة الدول الثلاثة ذا الاتفاق المعروف باسم تحالف دول الساحل والذي نص على أن أي اعتداء على سيادة وسلامة أراضي طرف أو أكثر من الأطراف الموقعة سيعتبر عدوانا على الأطراف الأخرى وكان الانقلاب الأخير في النيجر سببا في إحداث شرخ نضافي بين الدول الثلاث من جهة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس من جهة أخرى التي هددت باستخدام القوى لاستعادة الحكم الدستوري في البلاد وكانت الدول الثلاثة عضاء في القوات المشتركة لتحالف مجموعة الساحل الخمس المدعومة من فرنسا مع تشاد وموريتانيا والتي تشكلت في عام 2017 للتصدي للجماعات المتطرفة في المنطقة وتوترت العلاقات بين فرنسا والدول الثلاث منذ الانقلابات واضطرت فرنسا إلى سحب قواتها من مالي وبوركينا فاسو وهي الآن في مواجهة مشوبة بالتوتر مع المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر وطلب من باريس سحب قواتها وسفيرها في حين ترفض فرنسا بشدة الاعتراف بسلطة المجلس العسكري